للأسفة الشديدة أن الإستويل عبدالله حمدوك ولا أعرفه ولم تتقاطع طرقي معه ولم أسمع باسمه إلا بعد أن رشحه الرئيس البشير وزيراً للمالية وكونه رشحه الرئيس الوزير المالية ليس هذا شهادة كافية أو تسكية كافية بأنه متفق عليه لأنه كم تعاقب وزير المالية على الحكم ولم نسمع ولم نعرف عنهم شيئاً ولكن واحدة من مشاكله الكبير أنا أفتكر خطوة الأولى أنه لم يتخلى عن جنسية الأجنبية هذه تطعم في كفاءته لأنه لا يمكن أن يكون رئيس زراء لم أسمع برئيس زراء في دولة في العالم له جنسية مزدوجة كما كافى على مع السوان ثلاثين سنة فلذلك الكثير من الناس الذين يعيدون البرهان ليس حباً في الجيش ولا في البرهان لكنه يرونه الأسلم والأحوط أنت إمام الأجنبي والسوداني على الأقل ستكون على السودان على علاته